أمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البري تسأل لماذا جاءت الآية التي بعدها بالتفصيل جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي يا رب لماذا كل هذا التفصيل شكل من ألوان التثبيت والترسيخ على المنهج الصح ذاك أن التمسك بالقيم ليس قضية بسيطة ولا هيئة ولا سهلة تمسك بالقيم وبالعدل حين يصبح الظلم منهجا بين الخلق قضية صعبة تحتاج إلى دفع تحتاج إلى دعم تحتاج إلى رفع معنويات لأجل أن يثبت هؤلاء الذين ثبتوا في غزة هؤلاء الذين رسخوا على قيمهم ومبادئهم وتمسكهم بالعدل والحق من أين جاءهم الثبات وأنت وأنا نراقب ونترقب ما يحدث وما ينشر من مقاطع للناس في الغرب يتساءلون عن سر ثبات هؤلاء هذا ما جاء من فراغ هذا جاء من هذه الآيات التي تسكن القلوب وتسكن العقول فإذا سكنت في القلوب والعقول أمرت القلوب والديار أمرت الأرض والديار أمرت الإنسان ولو كان يعيش وسط ركام من الخراب والدمار الذي يفعله بني البشر من شر البرية ولذلك لا تتساءل ولماذا القرآن يؤكد مرة بعد مرة آمنوا وعملوا الصالحة؟ هذا منهج حياة؟ هذا ليس أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وكل ما في حياتك يناقض تلك الشهادة هذا ليس هكذا قرآن لا يقبل بالازدواجين جاءتك البينة فماذا عملت بها؟ عرفت الحق من الباطل فهل نصرت الحق؟ هل دافعت عنه؟ أم نصرت ماذا؟ أم عشت منزوياً منطوياً على ذاتك؟ تخشى أن تقول كلمة الحق في فارق شاسع بين الأمرين من هنا جاء التفصيل في جزاء الذين آمنوا خير البرية للقضاء صعبة ترجمة نانسي قنقر